تهدفت الجهات المختصة وجيشنا الباسل أوكارا عدة للإرهابيين التابعين لجبهة النصرى في بلدة لمزيريب وسحم الجولان والشجرة وجملة وعبدين وصماد ومحجة وخربة غزالة وقضت على أعداد منهم بينهم جنسيات غير سورية وعرف من الإرهابيين القتلى والمصابين عبد الباقي الحسيني ومحمود السطلي الأردنيان وفهد عبدالله البلوي وخالد عبدالله الشمر السعوديان وقحطان سعيد الجميلي وأحمد فهد الوشمي الكويتيان ومحمود أبو سعد سعيدي ولطفي عبدالله زياد الليبيان كما أعلن جيشنا الباسل بلدة نامر آمنة وخالية من المجموعات الإرهابية ودعا الأهالية للعودة إلى منازلهم